يرى مراقبون وصحفيون في بابلة أن الفقرات الموجودة ضمن قانون حرية التعبير والرأي ملغومة تحمل أكثر من معنى مؤكدين أن القانون من شأنه أن يؤسس لديكتاتورية جديدة بحسبهم باسم قانون الحريات أنا اليوم مثل ما أتعرف أنه قانون تقييد حرية الرأي هذا الموضوع سيأثر على الجميع على الصحفي على المواطن البسيط اليوم الدستور كفلي أنه أنا أنت رأي بخصص أي قضية أي موضوع لكن رأي يكون ضمن المنطق ضمن المعقول عدم التجاوز عدم الإساءة في حالة تطبق هذا القانون راح يكون أكو تقييد أكثر لعمل الصحفي اليوم قليا السولف على الجانب الإعلامي راح يكون تقييد جدا كبير راح يأثر علينا بعد ما راح يقدر ننتقد حتى عمل المسؤول فيها التقصير ما راح نقدر نحكي عن هذا الجانب لأن راح يكون أكو قانون صار وأنه يوم ذهكي على مسؤول هو قصر في عمله ثاني يوم ألقي دعوة علي فمعناها أنه خلينا نقعد بالبيت نبطل بعد وما نشتغل القانون هذا أما يكون قانون عادل قانون أنه يرفض الإساءة إساءة واضحة مثلا تجاوز واضح أو الأفضل أنه عدم المشي بهذا القانون لأنه راح يأثر على الكثير يعني على جميع الناس الدستور كيف أنه أنا أنطري فبعليش أنت نسوي لهذا القانون زين أنت أنت ذا ما مقصر بشي وما خايف من شي تليش أنت نسوي لهذا القانون تعتبر أنه تكميم الأفواه فرض هيمنة وديكتاتورية الكل حاول ينساه بعد 35 سنة من النظام هذا القانون اللي بصراحة يتابع فقراته يعني أنا تابعت بشكل بسيط أنه غرامات تصل لـ 15 مليون السجن يوصل حد ثلاث سنوات يعني البعض اعتبره هو هذا والحكومة نحس أنه أكو حرص من الحكومة وإصرار على تمرير هذا القانون البعض يعتبر أنه هو تكريم الأفواه مثل ما ذكرت مع العلم الكل يعرف أنه الدستور هو كفى الحريات وحرية التعبير وخصوصا نحن بنظام ديمقراطي المفروض يعني ما مثل النظام السابق اللي كنا نتحدث عنه أنه نظام قمعي فنحس أن هذا الجانب تخوف الكل متخوف من هذا القانون وبهذا الوقت بالذات مع هذه الحكومة اللي كنا نعرف أنه يعني الكل عنده وجهة نظر منظاهر حول المحاصصة حول الأحزاب غيرها بداية هذا القانون يعني هو رح يكبت الحريات يعني من جانب ومن جانب ممكن يسيطر على بعض الأمور الأمور يسيطر عليها اللي هي أنه واقع السوشيل ميديا لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن مراقبتها بشكل مستمر أو السيطرة عليها وأحكامها فهذا ممكن القانون بمجال يعني أنه يسيطر عليها من جانب الجانب الآخر اللي نتمنع ونرجوه أنه ما يكبت الحريات ما يكبت الحريات التعبير عن الرأي زين؟ طبعا حريات التعبير عن الرأي يجب أن تكون وفق ثقافة معينة ومفهوم معين يعني قابل يعني مقبول بالمجتمع ترجمة نانسي قنقر